السيسي زهر الصين. زهرها كم مرة? خمس مرة. والراجل بتاع الصين جي عندنا مرة واحدة. والسيسي تخصص الصين في شهر تسعة. زهرها تسعة الفين وخمستاشر تسعة الفين وستاشر تسعة الفين وسبعتاشر تسعة الفين وثمانتاشر. وفي واحد الفين وستاشر راجل كان عندنا بتاعه. وفي اتناشر اربعة اتناشر الفين وربعتاشر كان هو هناك. بيبقى فيه منتدى هناك فبيبعتوله تذكرة تذكرة وتعالى واحدة روبتاع يعني من زيار الدولة. راح الصين يلا ان شاء الله يكون رجع بالتقاير. راح الصين ورجع من الصين بشوية حاجات مسيطة. حسب احصائيات الدولة الرسمية حجم استثمارات الصين في مصر حد دلوقتي في خمس سنين دول خمسة مليار بس. خمسة ايه? شركة امازون كسرة التريليون. شركة امازون. عبيضة بتكسب تلاته خمسين مليار. اقول لك تاني. قناة السويس كلها بتطلع خمسة. كل سنة. الميزان التجاري بين مصر والصين ميزان رايح مش راجع. احنا بتصدر بربعمائة مليون وفي مشاكل عليه. وهم بيصدروننا بعشرة مليار واربعة وربعمائة مليون. عشرة مليار ونص تقريب. يعني احنا لو شدنا الربعمائة بتاعتنا من الربعمائة اللي عندهم. الصين بتصدر لنا بعشرة مليار دولار. بتاكل على قفانة ايش? لو انت حضرتك بتصدر لبلد زي دي تابعت للرئيس تذكرة ولا لا? ده انا ابعت له كلهم تذكرة. ابعت قوله ده التعازم زعيف بالدول. قال الله اعظم حادي. ويقعدوا في المنصة. ويقول لك ايه? انا حربت الاسلام الصيني. قولوا يقول يا عمي قول هرتل. احنا ما كنته هرتل ومالكش دعوة. ادي حجم السمارات الصينية بالمليون خلال السنوات. كلها من ترنتاشر ومن تنازل. طب الصين بقى بتعمل لنا ايه? خلي بالك من الكلام ده لانه مهم. الصين بتستثمر عندنا في ايه كان معايا الاهم الانشطة اللي بتستثمر فيها الصين هنا. اه اللوحات الجبس. اولا. في المنصجات. فش تكنولوجيا. العالم كله لما بيجي تعاون مع دول عظماء زي بس تركيا. تعاون في صناعة طائرات. في تكنولوجيا فيه شيء يتعمل المواتير الانجينز بتاعت عربيات النقل الكبيرة الجرارات الزراعية دي كان زمان بيعملوك بلغاريا ورومانيا ومش حالف ايه كل ده انت في الصين بيقولك انه كان فيه لوحة يا شباب ياريت تعرضوا عنا بيتكلم على هذا الكلام وقالك انه الناس دي هتستثمر في لوحات الجبس وحاجة في اقليم قناة السويس وذكروا نمرة 15 مليار لما الزمل راجعوا النشرة طلعوا انه الكلام كله كان مليار 5 مليار وزي ما انا حكيت لك في القصة تيجي بقاش هتحضر معنا مفتاع ما بيش حاجة معنا انا كنت بقى دير منتديات كبيرة يا فابقى عاوز حد اسمه رئيس دولي خامسة مليارات دولار حجم السمارات الصينية في مصر 2017 يعني الزيارة علينا بمليار طب احنا عن صد الله ايه ما فيش طب الصين بتدعمنا في ايه وايه حاجة تبقاتلك مش اطفال لايات الحاجات اللي انت بتستهلكها دي وانت كنت بتعملها حضرك عارف ان اعواد الكابريت دي بتيجي من الصين بتعرفش انت حاجة دي يعني شرف البنت زي عود الكابريت بتاعتوه سفوها بديت لا انا ان احنا ما بننتجش عود الكابريت الخلة بتاعت السنان من هناك مش بقولك الفورشة بس الخلة بتعرف كده المعلومة دي عارف ان الابرة بنجيبها من الصين عارف ولا بتعرفش شو بقى الوافد اللي قاعد قدامك ده كله يقولك ايه السيسي وقع انتفاق كبرى في الصين باستثمارات ضخمة جدا 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 ازاي يقولك 18 مليار ده بيفكرك بايه بالكلام الهاكسي بتاع موتامر شارب الشيخ اللي احنا جبنا فيه متنين مليار يا راجل ويجبنا جون وفاكل انت لما قال احنا جبنا جون في الغاز اهو دخل فينا واحد تعوضات باتنين مليار صح علينا تعوضات باتنين مليار وضع سيء سيء وقبيح ومحاولة علاجه باسكاة الناس او افهام الناس ان الاعلام هو السبب مش الاعلام بتاعنا احنا بس انا طبعا الحمد لله احنا فيه نعمة لانه ما احدثه هذا الكلام اقوله للصديق وللعدو للمحبه وللكاره عشان بس احنا ساعد بنيجي على نفسنا اهو يا استاذ ومنضغط على نفسنا بطلع واحد اولا وما انت افعل اعلام الشرعهيه لا 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 لو انت بتتكلم بقى صح شوف اعلام الشرعه طلع الناس دي كلها معاشاك انو المعلم اللي بيشغلوا بيدفعلهم مليارات قال لهم انتووش عارفين تعملوا الشغلان صح ولا لا معلم استدعى كل جنرات الإعلام ثم صرفاهم لأنه ما يقدرش يواجه الحقيقة الصدق الصدق اللي أعملين يصرفوا مليارات سينفقونها ثم تكونوا عليهم حسرة ثم يغلبون